كل اللعيبة اللي بيشافها او بيتفرج عليها في الزمالك يانهارا بياض او عايز يضيف بعض اللعيبة اللي تقدر لو هو بيسك يقدر يجيب بطولات او يخلي الزمالك في حتة كويسة هجيب من ايه احنا احنا انفرض اه اه يعني اللي هو عاش سنين كويسة في النادل الاهلي وخد بطولات بيقرر الاهلي مصري من اهلي السعودية قال لي لأ لطرق جديد جدا سألت ليه قال انا ليه حوالي مليون وربامين طيب خلاص بالفيديو مسيماني يؤكد بشكل رسمي تعاقد نادل زمالك معه امير مرتضى مانصور يعني رسميا تعاقد زمالك مع بيتسو مسيماني السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جول 14 برو ماكس وساحب على ميد الف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو مسيماني واكد بشكل رسمي تعاقد نادل زمالك معه كشف التقارير الصحفية عن دخول نادي براميدز في منافسة قوية مع الزمالك للتعاقد مع الجنوب افريقي بوتسو مسيماني المدير الفني لفريق اهل جدة مسيماني مدرب الاهل السابق الذي نجح في قيادة المارد الاحمر لتحقيق لقب الدوري ابطال افريقيا مرتين وتحقيق برونزية مونديال الانديا في مناسبتين بات هدفا للزمالك وبراميدز بعد اعلانه نهاية مسيرته مع اهل جدة ونجح موسيماني في قيادة الراقي للعودة لدور روشنا السعودية بعد عام واحد من هبوطه لدور الدرجة الاولى السعودية واكد التقارير الصحفي ان الزمالك دخلا في مفاوضات قوية مع بوتسو مسيماني لقيادة القلعة للبيضاء بدا من الموسم المقبل امير مرتضى من سوريال رسميا تعاقد الزمالك مع بوتسو مسيماني كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن الوجهة المحتملة للجنوب افريقي بوتسو مسيماني المدير الفن لفريقها لجدة سعودية بعد تأكد راحل عن الراقي بنهاية الموسم الجاري وحسب صحيفة The South African فان بوتسو مسيماني مرشح لتدريب منتخب ناجيريا الفائز ببطولة امم افريقيا ثلاثة مرات واضاف ان اوسم مسيماني ضمن خمسة مداربين على طاولة الاتحاد النيجيري لكرة القدم لخلافة البرتغالي جهوزي بوسيورو في تدريب النسور الخضراء واسرة نام مسيماني مطلوفي نادي الترجل التونسي بعد استقالة نبي المعلول شاهد تصريحات احمد سيد زيزو يعلن راحله رسميا عن الزمالك بعد مباراة الداخلية حددت المحكمة الادارية العليا بدائرة فحص الطعون جلسة التاسع عشر من يونيو المقبل لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر بإصدار قرار بزوال استفاته رئيسا للنادي واستبعادي من مجلس الادارة واختصم مرتضى منصور في دعوه كل من وزير الشباب ورياضة ومدير مدورية الشباب ورياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الانبية المصرية بصفاتهما ومقيمي الدعوة الصادرة فيها حكم القضاء الادارية وهم ممدوع عباس وهن العتال وغيرهما نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حصد بطولات جميع فرق الألعاب الجمعية بعد عودته من تجميد رئاسة للقلعة البيضاء وعلق مرتضى خلال بيانه المنشور بطولات الزمالك بعد عودته من تجميد المجلس الموسم الماضي 12 بطولة في سنة واحدة رغم ذلك البعض يقول أنه موسم كارثي وفشل مجلس الإدارة وأضاف في موسم تم حبس رئيس النادي وعزله بالإضافة للحجز على رصدة النادي من قبل ممدوع عباس رئيس الزمالك الأسبق وبها 100 مليون جنيه أول تعليق من المستشار تركيا للشيخ بعد راحل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك علق الكابتن عماد متع بنجم المنتخب المصري والنادي الأهل السابق على ملاقات الأحمر والوداد المغربي في نهاي دور أبطال أفريقيا وقال عماد متعب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدم العالمية لمس الحديد بقناة أون تايم إي لو النادي الأهل في حالته زي مباراة التراجع يكسب الوداد المغربي وأي حاد في نهاي أفريقيا وأضاف الأهم في نهاي دور أبطال أفريقيا روح لعبي نادي الأهلية وهي من سترجح كفة الفوز بالبطولة الأفريقية وتابع متعبه لاعبون نادي الأهلية لديهم من الخبرات التي تساعدهم في الفوز على الوداد المغربي شايت تصريحات محمود الخطيب عن مرتضى مصور بعد عزله مرئاسة الزمالك تردد في الساعة الأخيرة العديد من النبا والتقارير الصحفية التي أشرت إلى رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية من القلعة الحمراء وذلك بعد فرمان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر برفض تواجد اللعب داخل الفريق الأحمر وضرورة رحيله خلال الفترة المقبلة لا سيما أن الفريق الأحمر ليس في حاجة إلى خدمات اللعب وأشرت التقارير الصحفية إلى أن هناك محاولات من جانب إدارة الكرة بالنادي الأهلية لرحيل البرازيلي بورنوسافيو على سبيل العارة أو فسخ تعقود بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية والذي رفض استمرار اللعب داخل الفريق الأحمر ويعقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية جالسة مع لجنة التخطيط داخل النادي الأهل برئاسة محسن صالح من أجل الحديث عن الفترة المقبلة والصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر من أجل تجهيز للمباراة المقبل عليها الفريق الأحمر والبطولات القادمة وصع عضاء الفريق الأول كرة القدم بالنادي الاهلي إلى الدور النهاي لبطولة دور عبطال إفريقيا أخيرا نشر في صبح يهز مصر ويعلن تسليم مرتضى منصور نادي الزمالك للوزارة أكد شريف حسين القام بعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك أنه لا أساس له من الصحة لما نشرت بعض المواقع من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لو وجد لها لمجلس الإدارة لنادي الزمالك بأنه اتخذ قرارا بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمال رئيس النادي بدلا منه وتابع قائلا الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار عزل الرئيس أو تعيين قائم بالعمال ولكن نؤكد كذبهم فإن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمية أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين في مؤتمر صحفي تم عقده في صلة محمد حسن حلمي تمسكهم بمرتضى منصور رئيس النادي وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذرا بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر على صفحته الرسمية واختتم القائم بعمال المدير التنفيذي قائلا كيف أكاذيب وكيف تضلينا للرأي العام ونناشد المجلس الأعلى للإعلام بين هاي المهزلة التي تثبت أكاذيبها تحت بئر السلم على حد تعبيره شاهد تصريحات أمير مرتضى منصور عن ضيع نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور أكد شريف أحسن القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن وجود قرارات من مجلس إدارة نادي بعزل مرتضى منصور وتعيين قائم بأعمال الرئيس بدلا منه وقال أحسن عبر بيانة تم تدوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن نهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع نادي الزمالك من ظلم واضح للجميع لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك اسفر للفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر